ترجى كبيرة يسر سارت منذ أيام وشفنا البرح شبكة التواصل الاجتماعي تقول ماذا يجري في مدينة الثقافة اليوم حتى كونيك رفيق كانت في تحت هذا العنوان مدينة الثقافة بشتولي مال تجاري مال للمحلات التجارية وستفقد جانب الثقافة والميزة الثقافية ولكن جاء توضيح من مدير دار الأوبرا الي يقول لي هذي معتد هذي نشوفه في كل دول العالم أنه تبدأ دار أوبرا ولكن دار أوبرا دار ثقافة ولكن في الأثناء نجم تكون عندها جانب تجاري سيد محمد الهيدي جويني مدير عام باسح أوبرا بمدينة الثقافة سباح الخير ثابتولنا هل أنه المكلمة موجودة سي محمد سباح الخير سباح الخير البرح أنت خرجت تتوضح في الأعلام حول الضجة اللي صارت على إمكانية تحويل جزء كبير من مدينة الثقافة إلى محلات تجارية وحاجات تشبه لما نراه يعني في الغران مال كوميرسيو يعني أستاذ والله مريم هو بالنسبة لي نحن المشروع عن طالما دينة الثقافة ليستار في تأكيروس كان في 2018 يعني كداش تنفيه جزء واحد اللي هو جزء الأرشة الثقافية يعني كنكون أرشة ثقافية الأكتاب الثانية اللي موجودة من المسرح الضراء من المسرح الشبان من المسرح الجيهات من اللي السيديو اللي موجودين معناتها منتع التراق المرجعية كنوركيس والسانفوني فرق الوطني الثانو الشعبية فرق الوطني الموسيقى الأكتاب منتع الموسيقى الموجودة أيضا المؤسسات الأخرى معناتها مالك الفن العرائس وكذلك مالك السنما والصورة اللي فيه قاط السنما اللي مثل حوالي يعني سبعين بالمئة من المشروع ككل كمدينة الثقافة ومن البداية يعني المشروع هو يتعون من جزء ثقافي وجزء تجاري ونقطة بالتجاري هي المحلات التجارية اللي عندها سبعة سبعة يعني عندها ذات بعض تناعات الثقافية الأمر أصماري في الفترة يعني منذ خمسة سنوات ما اهتديناش يعني أنه نرقاه الصغة ممكنش يتم التصرف بهذه المحلات التجارية اللي هي اللي موجودة خمسة سنوات يعني مغلقة يعني وفي نفس الموقف انت تعرف اللي المدينة فيها زود مقاهي زود مطاعم عقم فيها اكي ستيل والتجميات معناتها موزولة ضرورية فيها في بعض الأحياء أنه نظم تظاهرات ثقافية وحتى جمعية دخلت نظم تظاهرات ثقافية نرقاه روحا أنه نلتجي وأنه معناتها يعني نلتجي للخارج يعني خارج أسطر المدينة في هذه المجال في حين وأنه معناتها موجودة خمسة مطاعم زود مطاعم فهتواجه جديد حسن بعض إحداث تندوق مدينة ثقافية اللي هو تحت شراط وزارة المالية وكذلك بالتنصيق مع وزارة ملاك الدولة تم أعداد كرات شروط الغرض حتى يتم فتح هذه المحلات التجارية اللي هي كما قلت جزء كبيريات كما أنت تحطم تحطيس الاثناء الثقافية في مطاعمة أسطرين كما موجود يعني في بعض العواصل العواصل الأوروبية خليني نقول أنا كنمشي باللوفر نلقى الكاروسيل اللوفر اللي هو معناتها في جزء كبيريات في جزء كبيريات في جزء كبيريات التجارية والمطاعم والمطاعم وهو مطلب حتى من الجمهور مواكب العروض الفنية وثقافية في مدينة ثقافة كذلك الجمهور الخاصة لأنه احنا بعد متاح المطاعمة وفي رحلات منهم ولي يكون حتى هو قبل السياحة في إثارة توريسي فإن أنت مش تتقبلهم وتكون المدينة ما فيهاش حياة ولهذا احنا مشينا في التوجه هذا خاصة بعض اللي أنت توقع قادة تقول لنا سيد محمد هديجون من الأول يعني كان هذا هو التصور لمدينة الثقافة مش حاجة جديدة يعني مش حاجة جديدة هو فيه جدعين والمحلات يعني موجودة لا تطور ما مغلق المحلات يعني ولهذا اه اتفاجأت يعني من ردة الفعل اه لا والله ما اتفاجأت باعتبار أنه أنا نعذر بعض الناس اللي ربما عندهم مش فكرة عن الموضوع لأنه كياتبع محلات تجارية في مدينة الثقافة يقولون كذلك مش يتغلوا الاستيديو اللي موجودين مش يتغلوا فضائعة بحين أنه كل حالة يعني في مكانها وعندها يعني للدور يعني هال المحلات هذي كما كنت توصح لنا اللي هي كانت موجودة في البرنامج منذ البداية اللي بش تعتين حركية لمدينة الثقافة بالمقاهي بالمطعم والمحلات اللي بش تكون عندها منحة ثقافية أكثر منها تجارية بحثة تبعين بالمئة كنا نلقاوا محل للصناعات الموسيقية يعني لقات الموسيقية محل للجميلة يعني محل يعني محلات أخرى أيضا لصناعة العرايس محلات للصناعات التقليدية ففي جزء كبير ياشر هي اللي موجهة حتى المحظم الأطفال يعني مش تكون موجودة هتراعني نشوفه في بعض الأحيان الأولياء وخاصة يعني اللي يجيوا للعروض في بعض الأحيان فهم مشكلة بالنسبة للأبناء بتاهم مش تكون مخصة للزائرين للناس العاملين في مدينة الثقافة مش مفتوحة يعني للجميع وللعمو لا مفتوحة هي بإمكان لنسبة للجميع طباعا وللعمو يعني حاضنة أيضا للأفتاد فهذا يعني يمكن أن هنا التخوفات من أنه اليوم المحلات التجارية تكون اللي عندها سبغة تجارية تبعد مدينة الثقافة عن روحها وأن القاوة يمكن إمكانيات تتغير المحلات التجارية وتضيع لمدينة الثقافة التوجه متاحة اللي هي كان من أصل يعني يعني تعاملت على خاطر مدينة الثقاف فأنه الجنب الربحي وإدخال بعض الأموال للصندوق هذية يخلي تخوفات من أنه تولي بمحلات تجارية لا تليق بمدينة الثقافة اللي نأكد هنا لأنه فيها كرة شروط يعني تم يعني أعدادها في القرار وإرسال إذاً بالنسبة لي نحن هذه كرة شروط بطلق مسألة المتعاملين مع هذه المحلات يعني التكبيريات 75% هي كلها 30% والـ 25% بش نشوف يعني بش نشوف يعني بش نتابعه كيف ستتعامل مدينة الثقافة وإدارة مدينة الثقافة مع هذا الواقع اللي بش تعطينا مدينة الثقافة من نوع جديد خلينا نقوله سيد محمد مدينة الثقافة من نوع جديد من نوع جديد وإنش نبسكوا فيها إن شاء الله لأنه في ذلك نصمت الانتجام الموجود بين ما هو ثقافي حتى أحنا ديما لأنه مطمحنا ديما أن نمشيوا للإصطناعات الثقافية وأن الثقافة تكون إصطناعة في هذا المجال وفعلها ما أنت تسجل مش بالناجحة بحولها نختم معك بسؤل وبكل سرعة سيد محمد هيدي جويني مدير عام مسرح الأوبيرا شنو الفكرة اللي لقيتوها في العالم اللي تحبوا مدينة الثقافة في تونس تشبلها منين نستنبطوا يعني أكثر حاجة تشبلها والله في العديد من التجارب سواء كان في مدينة اللوبر في الأرمونية مع أنتا موجودة كذلك أنت كتشوف حتى يعني سنتر تنبيلو اللي هو مع أنتا محاق ب الفضاءات التجارية يعني من غادي جيت الفكرة حاليا نقول ديمة الخصوصية التونسية مشتبطهية موجودة ولكن في بلدان الخليج الحي الثقافي كثارة ما عرفش كان عندك فكرة علية اللي هو جزء كبير فيه جانب ثقافي وجزء كبير فيه جانب تجاري واضح شكرا لك سيد محمد هيدي جويني مدير عام مسح الأوبيرا على هذه المدخلة